وفي ذات السياق عبر جلالة الملك عبدالله الثاني عن إدانته الشديدة واستنكاره بأشد العبارات المجزرة البشعة التي ارتكبتها إسرائيل بحق المدنيين الأبرياء والمصابين والمرضى الذين كانوا يتلقون العلاجة في مستشفى المعمداني في غزة واعتبر جلالته أن هذه الجريمة هي حرب النكراء لا يمكن السكوت عنها وتتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية ويشكل خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني وحذر جلالة الملك من أن هذه الحرب التي دخلت مرحلة خطيرة ستجر المنطقة إلى كارثة لا يحمد عقباها وعلى المجتمع الدولي وضع حد لسفك الدماء الذي يشكل استمراره وصم تعار على الإنسانية وعرب جلالته عن تعزي لأسر الشهداء مترحما على أرواحهم وأكد جلالة الملك أن الأردنس سيبقى في طليعة المدافعين عن حقوق الأشقاء الفلسطينيين وقضيتهم العادلة